نضم إلينا عبر سكاك من الموصل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو سيد محمود أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية كيف تعلل الخروقات الأمنية الأخيرة المتمثلة باستهداف مطار أربيل ومعسكر بعشيقة وحتى التفجير الذي حصل في الحبيبية في العاصمة بغداد أولا مساء الخير عليكم ورمضان مبارك على الجميع ورمضان مبارك على الإنسانية ورمضان العراقيين والموصليين الرسائل السياسية المتبادلة من الأطراف الأقليمية داخل الأرض العراقية مستمرة سواء من الطرف الإيراني الطرف التركي حتى الطرف الخليجي قسم منها رسائل متبادلة عبر أفعال مادية تتمثل بتفجيرات دعم جماعات مسلحة غيرها وقسم منها رسائل تفاوض مع قوى كبرى لا سيما الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي وأيضا مجموعة القوى الكبرى سواء كان يتعلق ذلك بالملف النووي الإيراني أو يتعلق بمشكلات السياسة التركية الإقليمية في المنطقة سواء بالبحر المتوسط أو غيرها لذلك نشهد كلما تأزمت الأوضاع القوى الكبرى مع هذه الدولتين نشهد عراكا من نوع ما في داخل الأراضي العراقية بالإضافة إلى السراع الموجود بين القوتين الإقليميتين تركيا وإيران أيضا على الأرض العراقية هذا الأمر واضح من مجموعة تصرفات السلوكيات التي تتمثل بين الآوينة والأخرى هذا الأمر لا ينطبق فقط على العراق طيب أستاذ محمود هناك سؤال في ذهني أسألك وبحسب قربك من المنطقة والمعلومات المتوفرة لديك لماذا أغلب أو كل الهجمات المواجهة إلى أربيل تنطلق من الموصل؟ ما هي الأسباب؟ هل هناك مناطق رخوة أمنيا؟ نعم في الموصل هناك كثيرا من المناطق الرخوة أمنيا لا سيما في الهلال الغربي والهلال الشرقي من محافظة تنينوى بالإضافة إلى منطقة الجنوب الشرقي من محافظة تنينوى على سلسلة جبال مخمور هذه مناطق رخوة جدا يعني فيها تواجد لداعش الإرهابي بالإضافة إلى تواجد لبعض الفصائل المسلحة التي تسيطر على المنطقة أمنيا وعملياتيا بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على ضبط الحراك العسكري في تلك المنطقة أستاذ محمود هناك مخاوف من استغلال مناطق مثل سهلينة وغيرها من مناطق الأقليات من قبل الفصائل المسلحة لتصفية الحسابات مع أطراف أخرى هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم أتفق مع هذا الرأي والمنطقة السهلينة وليست لتصفية الصراعات مع أطراف أخرى وإنما حتى أصبحت ساحة لتصفية الصراعات بين الحكومة المركزية وحكومة تقليم كردستان وهذا الأمر واضح من طبيعة حتى إدارة الملف الخدمي والملف الأمني في هذه المنطقة وأيضا الملف الاقتصادي الأكثر تأثيرا على مسارات السلام في هذه المنطقة هذه المنطقة منطقة موارد اقتصادية كبيرة جدا يتنافس عليها الجميع بالإضافة إلى أنها منطقة منخفضة بالنسبة للأطراف السياسية دعيني وسميها منخفضة بالنسبة للأطراف السياسية تستطيع استغلال الأقليات الدينية والعرقية الموجودة في هذه المنطقة وجعلها ضمن كتل أكبر حتى يتم ابتلاعه وهذا الأمر واضح يعني من نتائج الانتخابات عام 2018 تم الاستحواذ على أصوات المسيحين وأصوات الأخوة اليزيدية وأصوات الأخوة الشبك في هذا الميدان ونحن نسير باتجاه قرب موعد الانتخابات المحدد أصد محمود هل تعتقد المزيد من التصعيد والعمليات العسكرية من الممكن أن تحدث كمثلا يعني استهداف مناطق معينة بصواريخ أو حتى طائرات مستيرة لا أعتقد يعني لا أتمنى ذلك ولكن الأمور تشير إلى هذا الحال منطقة سهل نينة وكونها منطقة يعني منطقة حزام منطقة حزام النار بين الأقليم كردستان والمناطق العراقية هذه تشكل منطقة بإمكان أقليم كردستان أن يستثمر فيها أوراق كثيرة تجاه الحكومة المركزية وأيضا الحكومة المركزية تحاول استدفع هذا الأمر بهذا الجانب الحاجة الأساسية إلى أن ينتزع من هذه المنطقة الصفة السياسية وهي جعلها كجزء من المناطق المتنازع عليها أو جعلها كجزء من إدارة مشتركة وإنما يتجب أن تكون هناك إدارة محايدة أبناء تلك المناطق تتساهم في إرساء الاستقرار الأمني والاقتصادي في تلك المنطقة الحل الوحيد في هذه المناطق هو جعلها مناطق استعمار اقتصادي يتيح لكل الأطراف الدخول إليها مما يجعلها محمية من كل الأطراف ومن مسرحة كل الأطراف حمايتها لا سيمة في جانب الدين وإلى الجانب القومي ومتنى كثيرا على حضورك معنا عبر سكاك من الموصل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل المحمود عزو شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر